البرنامج بحب أعزي كل أهلنا من أقباط مصر في وفاة الكاهن وديد كان يعني رجل دين محترم يساعد الناس توفى وهو يعني قتل وهو بيقوم يعني بتوزيع الهدايا على الناس في رمضان شخصية اجتماعية من الدرجة الأولى وهو ماشي على الكورنيش مع عائلته اعتدى عليه أحد الناس بآل حد أو بيع سلاح أبيض وطعنه في رقبته ثلاث طعنات وانتقل إلى المستشفى العسكري ولكن هناك يعني فرقت روحه جسده الطاهر بنعزي كل إخواننا الأقباط وكل المصريين لأننا نتحدث في النهاية عن مواطن مصري بصرف النظر عن تفاصيل الحكاية وإيه الموضوع لأننا لقيت ناس كتير مهتمين أوي بقى هو حيطلع بقى العمل ده بقى مختل عقليا ولا مش مختل هو مش ده الموضوع الموضوع هو فيه رسالة مهمة أنا عايز أوجهها لإخواننا الأقباط أنتم تعلمون أن هذه المشاعر في غالبيتها قد انتهت إلى الأبد لم يعد هذا المجتمع يعاني من هذه الآفة الضارة اللي كانت موجودة فيه إحنا كان عندنا أوقات خطيرة جدا والعلاقة بين بعض المسلمين وبعض المسيحيين وكل هذه الأشياء والتدخلات اللي من خارج ومحاولات الوقيعة بين المسلمين والأقباط في المجتمع المصري ولكن هذا لم يعني يحدث وفي النهاية النهاردة الجنازة بتاعة الكاهن وديد فيها المسلمين والأقباط فيها الإسكندرية كلها أنا بس اللي عايز أقوله أنه هذا الأمر لم يعد موجود بالشكل المريض اللي كان موجود فيه قبل كده لسه في ناس طبعا أنا برضه لا أتحدث عن تفاصيل الحادثة دي إيه اللي حصل وإيه الموضوع والنيابة لقيت إيه يعني النيابة مثلا هذا القاتل قال أصلا عندي حالة نفسية وآخره فالنيابة أو دعيته عند أطباء علشان يتعرف إذا كانت حقيقة ولا لا يعني هذا الأمر لم يتم حسمه بعد ولكن أنا رسلتي لإخواننا الأقباط أرجوكم يجب أن تعلموا أننا إخوة وأننا نحبكم وكلنا مواطنون مصريون كلنا كلنا مواطنين مصريين لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات محدش يعني ليس هناك طيار عام يعني مثلا هناك دول تعاني أن هناك طيارا عاما ضد ديانة معينة هذا الأمر غير موجود في المجتمع المصري